موسيقى سلام الله عليكم وبركاته نشرة أخبار سادسة من قناة المرابطون أستهلها معكم بالعناوين ملتقا بنواكشوط يبحث مكافحة الفساد منظم بالتعاون بين جامعة نيف العربية للعلوم الأمنية ووزارة الداخلية الموريتانية موسيقى الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك تحتفي بذكرى تأسيسها العاشرة بن عاصم نوكشوط تبحث تحديات المستهلكين في موريتانيا موسيقى أعضاء بمجلس الشيوخ الموريتاني يقاطعون جلسات لجنة القوانين بالمجلس يلوحون بمقاطعة نقاش مشروع القانون المعدل للدستور موسيقى بكم إلى تفاصيل النشرة نظم في العاصمة نوكشوط ملتقا يبحث موضوع مكافحة الفساد منظم بالتعاون بين جامعة نيف العربية للعلوم الأمنية وزارة الداخلية واللا مركزية ويبحث الملتقى مخاطر الفساد وآثاره السلبية على الأمن العربي كما يناقش الإطار النواري لمكافحة الفساد في التشريع الإسلامي والقوانين العربية والعالمية يشكل الفساد أخطارا جمة على استقرار المجتمعات وأمنها لما يسببه من تقويض مؤسساتها الاقتصادية وأنظمتها المالية وبنيتها السياسية ولا ولا تقتصر خطورته على كونه كسبا قير مشروع للبعض فحسب بل يتعدى ذلك إلى كونه صورة من صور الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية وقسر الأموال على وجه التخصيص ولم يعد الفساد شأنا محليا بل أصبح ظاهرة تمس جميع المجتمعات والنظم الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي احتفت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بمرور عشر سنوات على تأسيسها تزامنا مع ذكر اليوم العالمي للمستهلك قد نظمت الجمعية بالمناسبة أمسية شارك فيها عدد من رؤساء الجمعيات الناشطة في المجال إضافة إلى بعض قادة الرأي وعدد من الصحفيين أعلن أعضاء فريقي الشورى والإصلاح والتغيير بمجلس الشيوخ مقاطعتهم للجلسات الخاصة بلجنة القوانين على مستوى المجلس على خلفية عدم أخذها بالمقترحات التي تقدموا بها من أجل ما أسموه ضمان الشفافية في التصويت المرتقب على مشروع القانون المعدل للدستور يأتي ذلك بعد إداع مجلس الشيوخ مشروع القانون المعدل للدستور والذي صوت عليه أغلب نواب الجمعية في موريتانيا قبل أيام نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي أعضاء فريقي الشورى والإصلاح والتغيير بمجلس الشيوخ الموريتاني يعلنون مقاطعتهم للجلسات الخاصة بلجنة القوانين داخل المجلس إلى أن تتبنى المقترحات التي تقدم بها الفريقان من أجل ضمان الشفافية وتتعلق المقترحات التي تقدم بها الفريقان باعتماد بطاقة موحدة تتضمن خيارات التصويت الثلاثة نعم أو لا أو محايد وتكون البطاقات متوفرة خلف الستار تتيح لمن لا يريد الكشف عن خيار تصويته أن يخفي ذلك ولوح الشيوخ بمقاطعة الجلسات العلنية لنقاش مشروع القانون المعدل للدستور إذا لم يتم التعاطي مع مقترحاتهم وكان أعضاء الجمعية الوطنية قد صوتوا بأغلبية على مشروع القانون المعدل للدستور حيث صوت لصالحه 121 نائبا فيما صوت ضده 19 فقط في الجانب الآخر تؤكد المعارضة المقاطعة للحوار رفضها إجراء أي تعديل للدستور حيث تعتبره نتاج حوار سياسي تصفه بالأحادي وتعتبر المقترحات التي يتضمن لا تستجيب لمستوى حجم وطبيعة المعاناة التي تقول إنها تواجه الشعب الموريتاني ويذير موضوع التعديلات الدستورية في موريتانيا الكثير من الجدل في الوسط السياسية وقد انبذق عن ذلك ميلاد قطبين الشبابيين أحدهما يدعو للتعديل ويعتبره مفصليا في تاريخ البلد ويحمل إصلاحات جوهرية على المستويين المؤسسي والتنموية فيما يدعو الآخر إلى مقاطعة التعديل ويقول إنه يمس من هوية البلد ولا ينص على أي نقطة جوهرية من شأنها النهوض بواقع البلد وإيجاد حلول لمشاكله وفي غضون ذلك ينتظر إذا ما صوت مجلس الشيوخ بأغلبية على التعديلات المعروضة أمامه أن يختار الرئيس آلية التمرير المقترحات عبر الاستفتاء الشعبي أو المؤتمر البرلماني حكمت المحكمة بن يامي على الوزير الأول سابق القيادي المعارض الحالي هاما أمادو بالسجن سنة نافذة بتهمة الضلوع في شبكة دولية تنشط في مجال المتجرة بالأطفال يوصف هاما أمادو بالمعارض الشرس لنظام محمد إسوفو قد نافسه في الانتخابات الرئاسية التي أجرتها البلاد عام 2016 قبل أن يفوز عليه في الشوط الثاني التفاصيل نتابعها ضمن هذا التقرير هاما أمادو الوزير الأول السابق في النيجر ورئيس الجمعية الوطنية بالبلاد خلال الفترة ما بين 2011-2014 يحكم عليه بالسجن سنة نافذة بتهمة الضلوع في شبكة تهريب للمتجرة بالأطفال تنشط بالأساس بين ثلاث دول هي النيجر ونيجيريا وبنين قضية المتجرة بالأطفال التي ملأت دنيا نيامي وشغلت ناسها على مدى عامين يتهم فيها إلى جانب الوزير الأول السابق حوالي 20 مسؤولا وقياديا سياسيا في البلاد وكان هاما أمادو المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد عام 2016 وخسر في الشوط الثاني أمام الرئيس الحالي محمد إيسوفو قد غادر البلاد في وقت سابق نحو فرنسا في خطوة وصفت بأنها هروب عن العدالة والسجن قبل أن يعود إليها لاحقا ويودع بسجن يقع شمال العاصمة نيامي في الرابع عشر نوفمبر عام 2015 وقد تطلبت وضعيته الصحية نقله إلى فرنسا لتلقي العلاج في السادس عشر مارس عام 2016 قبل خوضه الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوصف هاما أمادو بالمعارض الشرس الأول لنظام الرئيس الحالي ويحظى برصيد شعبي وجماهيري كبير غير أن ضلوعه في قضية تهريب الأطفال والمتاجرة بهم قد تضعف من رصيد ثقته لدى المواطن بالنيجر وقد تتوسع دائرة تأثير ذلك لتشمل المعارضة بشكل عام في البلد وقد شكلت قضية توروط القيادي السابق مفاجأة للمعارضة بالنيجر كما للنظام أيضا بدأ الرئيس الغنبي أداما بارو أول زيارة له إلى أوروبا استهلها من العاصمة الفرنسية باريس حيث سيقضي يومين يرتقب أن يزري خلالهما مباحثات بالإليزة مع نظره فرنسو أولاند كما سيلتقي عدد من الساسة والفاعلين الاقتصاديين في البلاد وينتظر أن يزور بارو بعد انتهاء زيارته لفرنسا بلجيكا حيث سيلتقي قادة من الاتحاد الأوروبي لبحث ملفات سياسية واقتصادية نتابع المزيد في تقرير تل الرئيس الغنبي أداما بارو في أول زيارة له إلى أوروبا منذ انتخابه رئيسا للبلاد خلفا لرئيس السابق يحي جومي الذي أمضى 22 عاما في السلطة وقد استهل بارو زيارته لأوروبا من العاصمة الفرنسية باريس حيث سيقضي يومين بالبلاد يجري خلالهما مشاورات مع نظيري الفرنسي فروسو أولاند كما سيلتقي عددا من الساسة الفرنسيين وبعد باريس سيحط أداما بارو بالعاصمة بروكسل في زيارة تستمر يوما واحدا يلتقي خلالها عددا من قادة الاتحاد الأوروبي وسيركز نقاش الطرفين على الجانب السياسي والاقتصادي بالبلاد وكان بارو قد بدأ أول زيارة خارجية له إلى السنغال التي أدى من سفارة بلاده فيها اليمين الدستورية حينما كان جامع يرفض مغادرة السلطة وكانت قواتها تتزعم التدخل العسكرية بالبلاد في حال أصر جامع على البقاء بالسلطة وتتزامن زيارة بارو الخارجية مع استعداد للبلاد لخوض انتخابات تشريعية في السادس من شهر إبريل القادم وهي الانتخابات الأولى التي تخوضها البلاد بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها مرشح المعارضة المواحد أدم بارو ويعتبر التحالف الوطني من أجل عادة توجيه البناء الحزب الحاكم في عهد يحيى جامع من أول المتقدمين بملفات الترشح إلى جانب حزب المؤتمر الديمقراطي الغامبي الذي يتزعمه ماما كاندي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية حيث نافس كل من الرئيس الحالي والرئيس السابق ويؤكد بارو على أن غامبيا في ظل نظامه ستكون مختلفة عنها في السابق ويعد بالقطيعة مع الانتهاكات الحقوقية والتضييق على الحريات نظم الاتحاد العام للطلبات الموريتانيين حملة تنظيف بمبنى المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية في نواكشوت قال الاتحاد إن حملة التنظيف تدخل في إطار برنامجه الذي قال إنه ينقسم إلى قسمين أحدهما أكاديمي والثاني خدمي مؤكدا وقفه إلى جانب الطلاب من أجل تحقيق مطالبهم التفاصيل في سياق التقرير التالي الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين يطلق من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بالعاصمة وكشوت حملة تطوعية لنوافة لصالح عدد من مؤسسات تعليم العالي بموريتانيا ويقول الاتحاد العام لطلاب الموريتانيين إنه يهدف من خلال حملته هذه لتوجيه رسالة لطلاب حول الضرورة النوافة خلق مستوى من الوعي وكما ترسيخ قيم وثقافة النوافة في الحياة اليومية والإعلمية والعملية ونحن في الاتحاد العام لطلاب الموريتانيين داعي من بر الجميع على أنه يخلي عنه ذلك من التنابس بالألقاب وذلك من المشاكل وذلك من التهم المتبادلة وبادئ بمتسبيل الاتحاد العام لطلاب الموريتانيين وطالب منهم يعود المثال الحسن للجميع في نظافة القلوب يعود المثال الحسن للجميع في نظافة المؤسسات ويعود المثال الحسن للجميع في نظافة البيوت ونظافة الأجساد ومن ذلك من بر داعي جميع الطلاب الموريتانيين لاهتمام بالنظافة وهذه النظافة مجرد حملة من حملات أسبوع العمل التطوعي اللي طارق الاتحاد العام والطلاب الورثاني امتداء من اليوم وأكد الاتحاد أنه يسعى من خلال هذا اليوم تطوعي لتثقيف طلاب في مختلف مؤسسات التعليم العالي المستهدفة حول أهمية العامل تطوعي عوما والنظافة على وجه الخصوص هذا الشق الآخر اللي هو الشق الأكاديم والشق التثقيفي هو لا بد يعود شامل ما ينقض منه اللاجزة الندوات والمحاضرات والتأطير الأكاديمي العالي لا بد أن ينزلوا الواقع هو النظافة هو الأخلاق هو القيم اليومية المتداولة في الحياة اليومية من أساسها النظافة مجتمع ما هو نظيف معناها أنه قلوبه ما ينظيفة معناها أنه أخلاقياته ما يمتكاملة معناها أنك إياك يعود مجتمع نظيف لا بد يعود بعد مؤسساته نظيفة والطلاب بس محي لعودوا طلاب أكاديميين وطلاب تعليم عالي يتعود مؤسساته موسخة ولا يبالوا ويزرقوا القمامة في كل مكان وتشمل الحملة التثقيفية تطوعية الإسبوعية بحسب الاتحاد حملة لتبرع بدم ومجالات أخرى قال إنه يسعى إلى القيام بها استنكر الاتحاد الوطني لطالبة موريتانيا في بيان صدر عنه ما أسماه التدهور الحاصل في المنظومة الخدمية على مستوى التعليم العالي متهما المركز الوطني للخدمات الجميعية بالعجز عن أداء أدواره دعا الاتحاد الوطني في بيان صادر عنه إلى حل عاجل لمشكل نقل الطلاب مضالبا بالإسرع في إنهاء أشغال السكن الجامعي المتأخري منذ ثلاثة أعوام وصرف المنحي الطلابية إلى الشأن الفلسطيني حيث صنفت الطفل الفلسطيني جناجهاد البالغا من العمر عشر سنوات كأصغار مراسلة صحفية في العالم حيث تنقل بصور والفيديوهات جوانب مختلفة من معاناة الشعب الفلسطيني ومواجهته للاحتلال الصهيوني الغاصب وقد اهتمت الطفلة الفلسطينية بنقل المظاهرات والاحتجاجات عندما كانت تبلغ من العمر سبع سنوات حيث كانت تقطن بقرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة جناجهاد طفلة فلسطينية من غزة لم تتجاوز العاشرة من عمرها اشتهد اسمها عبر الانترنت بعدما سلطت عليها المواقع الاخبارية لجنبية الضوء كونها أصغر مراسلة صحفية في العالم تنقل مآسي الاحتلال بالنص والصورة والفيديو الطفلة الفلسطينية التي تتقن اللغتين العربية والانجليزية بطلاقة تنشط في العمل الصحفي حيث تنشر صورا وفيديوهات باللغتين عبر صفحتها على موقع فيسبوك عن مواجهات فلسطينية مع الجيش الاسرائيلي ويتابعها نحو ربع مليون متابع يدقبها العديد منهم بأصغر صحفية حرة في العالم تعيش جنى في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة وتشارك بانتظام في مظاهرات ضد الاحتلال الاسرائيلي مع العديد من الأطفال الصغار بدأت بتصوير أحداث المظاهرات التي تحدث في قريةها بالفيديو عندما كانت في السابعة من العمر وتقوم بنشرها عبر المواقع الاجتماعية حتى تنقل معاناة شعبها في رسالة من فلسطين إلى العالم في عائلة جنى لا يوجد صحفيون تتعلم منهم ولكن عمها بلال تميمي مصور يوثق العنف الذي يمارسه الجنود الإسرائيليون في قرية النبي صالح فاستوحجنا أفكارها من خلاله الدافع الآخر الذي شجعها على توثيق معاناة شعبها إلى السالب التي يتبنى الاحتلال لإجبال الأهالي على الرحيل إضافة إلى مقتل رجلين من قريةها وابن عمها مصطفى التميمي بقنبلة غاز وعمها رشد التميمي برصاصة قاتلة في كليته فرأت أنه من الضروري التحرك لنقل رسالة إغاثة من فلسطين إلى العالم ومنذ ذلك الحين وسعت جنى نطاق عملها ونشاطها إذ تنتقل مع عائلتها لتصوير فيجهات في القدس والخليل ونابلس باستخدام هاتف والدتها وتظهر مقاطع الفيديو التي تصورها جنى وتنشرها على حسابها في فيسبوك ويوتيب وسنابشات مختلف المآسي التي يعيشها سكان قطاع غزة بداية من الاحتجاز عند نقاط التفتيش ومسارات الاحتجاج والعنف الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني ضد الأطفال الفلسطينيين واجانة التي كرمها الرئيس التركي رجل طيب أردوغان في مدينة اسطنبول خلال الاحتفال بجائزة البر الدولية ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية قبل عشرة عوام وهي تقيم في قرية النبي صالح حيث يعيش أكثر من خمسمائة فلسطينيين على بعد قرابة عشرين كيلومتر شمال الضفة الغربية وجرى تكريم جنى خلال الاحتفال بجائزة البر الدولية التي يمنحها وقف الديانة التركي منذ عام 2015 لأشخاص يعملون على خدمة المجتمع ويسلطون الضوء على قضايا مهمة نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها ملتقم بنواقشوط يبحث مكافحة الفساد منظم بالتعاون بين مجامعة نيف العربية للعلوم الأمنية ووزارة الداخلية الموريتانية الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك تحتفي بذكرى تأسيسها العاشرة بالعاصمة نوكشوط وتبحث تحديات المستهلكين في موريتانيا أعضاء بمجلس الشيوخ الموريتاني يقاطعون جلسات لجنة القوانين بالمجلس ويلوحون بمقاطعة نقاش مشروع القانون المعدل للدستور يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشراتي وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك وواهرة على الشاشة السادسة والنصف تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد وتناقش موضوع التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس الشيوخ الموريتاني دعوة المبعوث الأممي الخاص لإجراء حوار سياسي التاسعة نشرة إخبارية مفصلة بحول الله دمتم في رعاية الله وحبه اشتركوا في القناة